اشتركوا في القناة ونحن نتكلم عن هذه المدينة مدينة المنصورة الجديدة يا فندم ممكن مشروع ضخم متكامل الأركان كل المرافق موجودة فيه بس في البداية عايزة أعرف من حضرتك أهمية هذه المدينة تحديدا الهدف منها لو هنتكلم عن أهمية الموقع كمان بالنسبة لي مدينة المنصورة الجديدة هي بتقع في مسلس أو بيربط ما بين ثلاث محافظات حافظة الأهلية وكفر الشيخ وأيضا دميواط لأنها قريبة من الثلاث محافظات دون يمكن منطقة الدلتة عموما يعني فيها مشكلة في عملية التوسع لشان نقدر نستوعب عدد أكبر من السكان فكان ضروري جدا يتم البحث عن مدن جديدة ومدينة المنصورة الجديدة على المساحة بتاعتها فيها أكتر من مزايا فالمخطط لهذه المدينة أنت استوعب حوالي مليون ونص ده المخطط على المراحل كلها المساحة 7000 حوالي 7000 فدام حوالي 7000 فدام بتقع على طريق السحيل الدولي وده برضو ميزة كبيرة جدا لعملية النفاذ والوصول لها مدن الجيل الرابع عموما هي تلك المدن التي بدأت منذ عام 2014 يمكن الترتيب للمدن جيل أول اللي هي بدأت من 77 إلى 82 الجيل الثاني اللي هي بدأت من 82 لغاية 2000 وجيل الثالث من 2000 إلى 2014 إذن نحن في مرحلة الجيل الرابع من 2014 حتى هذه اللحظة فده كان الهدف أن يتم إنشاء مدينة متكملة يمكن سر النجاح في هذه المدينة أن نحن عاوزين نعمل مجتمع مستدام بمعنى أن يتم فيه توفر كل الخدمات ليست خدمات الإسكان فقط لأن أنا عندي خدمات إسكان عندي خدمات اجتماعية عندي خدمات اقتصادية للمقيمين في هذه المدينة وده تحقق فعلا في مدينة المنصورة الجديدة لو جينا بصينا حتى على المكونات بتاعتها بتلاقي تنوع حتى في نوعية المواطنين اللي هيبون موجودين وده هدفه أن أنا يعني ألب بكل رغبات العمل ويا مدينة للكل مش لفقوانها وده دايما كان النقطة أو الرهان لنجاح أي مشروع سكني أن أنا أوفر خدمات إسكان اجتماعي إسكان متوسط إسكان فاخر يبقى أنا لبيت كل الاحتجاج فده كان الهدف من مدينة المنصورة الجديدة أنني أقل شوية بس المشكلة اللي كانت موجودة في منطقة الدلتا عملية الكسافة السكانية أقدر أعمل مدينة لها مقاومات اقتصادية سياحية إلى خلو ده باين جدا من المشروعات الخاصة زي مرينا اليخوت أو الكورنيش فكل دي مزايا بتحقق عملية التنمية المستدامة دايما التنمية المستدامة احنا باللخصة في مسلس ضلع اقتصادي وضلع اجتماعي وضلع بيئي الثلاث أضلع دول تكونوا في هذه المدينة والحقيقة الدولة بتطمح أن كل المدن في المستقبل تكون على نفس النمط ده عظيم جدا في نقطة هزا تكلم فيها مع حضرتك وهي وجود السيدة الرئيسة هدفتح سيسي في مكان الافتتاح وهو أتكلم ممكن بعد كده أن أي افتتاحات وإحنا بقالنا فترة بنشوف الكلام ده أن أي افتتاحات بنشوف الرئيس موجود ومعاك كل الوزراء موجودين سواء الوزراء المعنيين وغير المعنيين الحكومة بأكمالها بتكون موجودة في هذا الافتتاح والوزير المعني بيقوم يتكلم وطبعا احنا عارفين أن الأمور متشابكة فبكل تأكيد كل الوزراء بتشترك في افتتاح أي مشروع أهمية حاجة زي دي بالنسبة للمحافظة وسكان المحافظة اللي بيتم افتاح في هذا المشروع وطبعا زيارة فخانة الرئيس لأي محافظة بيقى مسابة عيد لأنه بيبقى فيه فرحة كبيرة جدا في الشارع كان مواطن بسيط بفرحان أنه كان جاي بيته يعني في المواطن البسيط يمكن الأول كان بيتم افتتاح أكتر من مشروع فأكتر من محافظة فكان بيتطلب دانه بيتم الافتتاح عن طريق شاشات الفيديو كونفرنس والكلام ده يمكن رؤية فخانة الرئيس في الجزئية دي لا احنا بقى نروح كل مشروع نشوف أهلين هناك في مصر عاملين نشوف القرى بدليل نزار قرى في بالأمس صحيح المواطنين لأن ده بيدي دفعة وبيدي انتماء كده للمواطن وبيدي سعادة أكتر أن لا ده الدولة كلها عامدنا فلازم حتى لو فيه مشكلة معينة يتم عرضها بكل شفافية فده بيبقى لزيادة عملية الجبهة الداخلية وأن يكون فيه تآلف جدا ما بين الدولة وما بين المواطن فدي جزئية إيجابية جدا وإن شاء الله طبعا التوجهات كلها أن كل المشروعات سيتم يفتاحها بنفس النمط القرب من المواطن لأننا نعرض المشروع بشكل مباشر ونكون قريبين لسامع المشاكل بتاعته دكتور نكن استراتيجية دولة المصرية دلوقتي أنها تستغل كل الموارد الموجودة لو نتكلم تحديدا عن موارد كل محافظة حسب هذه الموارد مش أنه مشروع بيطبق بنفس الشكل وبنفس الحزافير فقط فلو هنتكلم عن مدينة المنصورة مدينة بطول 15 كيلو متر على ساحل البحر المتوسط دي مساحة كبيرة جدا إيه اللي ممكن يميز هذه المدينة عن غيرها؟ يمكن حضرتك مثال مثلا زي مارينة ليخوت إيه تاني؟ يمكن الطبيعة الخاصة بوقوع المدينة على ساحل البحر المتوسط هيديها طبيع سياحي وده من أهم الموارد الموجودة يمكن الحاجات المميزة الأخرى في هذه المدينة الخدمات المتوفرة نفسها يعني يبقى فيه مجتمع متكامل ما بين مدارس بمختلف برضو أنواع فيه مدارس تعليم صناعي على فكرة موجودة هناك فيه مدارس انترناشنال فيه جامعات في نفس المنطقة يبقى أنا كده أقدر توفر الجانب الخاص بالجانب التعليم فكرة مثلا مبادرة إبدأ وتوطين الصناعات وما إلى ذلك فيه مدينة ساحلية زي ما بنقول وفيه مدينة ليخوت ده ليه أثر على الاقتصاد؟ طبعا هي مبادرة إبدأ عموما ده أحد الأشكال الخاصة بالشاركة مع مبادرة حياة كريمة مبادرة إبدأ بتتكلم حوالي عن 200 مليار جنيه تقديم دعم فني ومالي للشركات المتعسرة يمكن البداية جات أن مبادرة إبدأ تعبر عن الإحلال محل الواردات يعني بكل بساطة عشان سادة المشاهدين أنا مسكت هيكل الواردات لمصر شفت إيه اللي أنا بستورده وإيه اللي ينفع منه أصنعه محلي عشان نقدر نعمل حاجتي أول حاجة أن أنا أقلل فاطورة الواردات الحاجة الثانية أن أنا قدرت أشارك القطاع الخاص معايا وأقدر أعمل إنتاج وبالتالي عملت عملية اكتفاء ذاتي جزئية يمكن الحقيقة أنه ما فيش دولة في العالم بتنتج كل حاجة إنما ممكن أنت تقدر تسيطر شوية على موضوع الواردات من خلال اختيار بعض الموضوعات وده اللي حصل في إبدأ يمكن إبدأ أو ركزه في المرحلة الأولى على حوالي 140 منتج ده بيتم ببقى التفاوض فيه إزاي يتم تصنيعه محلي سواء ومنتجات متعنوعة أجهزة منزلية هل نفكز بس على تصنيعه محلي مش تجميعه محلي لا لا تصنيعه لأنه فيه فرق كبير جدا يمكن بعض الاستراتيجيات بتقول إيه لو إحنا مسكنا مثلا صناعة السيارات لو أنا عملت عندي بدلين إن أنا أجمع سيارة ولا أصنع مكون واحد لا من وجهة نظر الاقتصاد والقيمة المضافة لا أصنع مكون واحد وكون مصدر للمنطقة بتاعت الشرق الأوسط وأفريقيا أفضل زي ضفار الكهارة واسع أفضل من أنا أجمع لأن عملية التجميع أنا أم بضيفش قيمة مضافة كبيرة جدا للسيارة وبالتالي لو حصلت مشكلة في المكونات اللي برزة اللي حصل بعد أزمة الكوفيد ده بيأثر علي إنما لو أنا تخصصت مثلا في صناعة الموتور للسيارة دي يبقى أنا هكون المركز لتوريد الموتور ده لمنطقة الشرق أوسط منطقة أفريقيا إلى آخره وبالتالي ضمنت إن أنا عندي مكون بيتم الطلب عليه عن طريق باقي المكونات وبالتالي عملية التصنيع المحلي ده الهدف القصة كلها بدأت من خلال المبادرة إبدأ أو شركة إبدأ ومس بس عملية تقديم دعم مالي لا برضو تقديم دعم فني لأن فيه شركات متعسرة وممكن يكون فيه بعض الحلول موجودة قد تكون حلول إجرائية لأن فيه برضو بعض المشاكل اللي كان بيعاني منها المستثمرين مثلا ارتفاع الأسعار للأراضي عشان أقدر أعمل أتوسع أو أعمل مشروع فقال لك لا إحنا ممكن نعمل عملية الأراضي بحق الانتفاع لمدة معينة وبالتالي لو محتاج دعم الشركة أو مؤسسة إبدأ تبدأ معاك تدي لك الدعم المادي ده مقابل شراكة معينة نسبة مثلا 40-60 عشان يبقى القطاع الخاص هو ليه حق الإدارة لأنه هو 60% وبالتالي بنحق مبدأ الوين وين ستوائشن فمؤسسة أو مشروع إبدأ أو مدرد إبدأ مؤسسة هدفة عملية الإحلال محل الوعدات غالبا هتوفر 17 مليار دولار كنا بنستورده في الفترة اللي هي بنركز عليها الحاجة التانية بتوفر لك حوالي 150 ألف فرصة عمل الجزئية الأهم أن فخامة الرئيس حاطت تارجة معين للحكومة أننا عاوزين نوصل إلى 100 مليار دولار بحلول 20-25 فإزاي يبدأ ب100 مليار دولار صادرات لا لازم يكون عندك من دلوقتي عملية التأسيس وعملية بنية أساسية للقطاع الخاص القطاع الخاص يخص في مشروعات كتير يمكن الدولة اقتحمت بعض المجالات زي مجالات الهيدروجين الأخضر والمشروعات صديقة للبيئة لأن ده سوق لسه بكر سوق واعد ويقدر يحقق لك اللي أنت محتاجه في الفترة اللي جاي عظيم دكتور وحنا بتتكلم عن مردود هذه المدينة اقتصاديا فيه جزء برضو غاية في الهمية عايزين نتكلم فيه وهي وجود رئيس هو بتكلم مع المزارعين لأنهم بكل تأكيد بيقدروا أنهم يدعموا اقتصاد البلد من خلال شغلهم من خلال منتجاتهم الزراعية اللي بيزرعوها وفيه دعم كبير جدا مقدم من الدولة للمزارعين خلال الفترة اللي فاتت يمكن الفلاح المصري يعني محط اهتمام للحكومة والدولة المصرية ليه؟ لأن احنا عندنا ميزة نسبية في موضوع مثلا الخضرات والفاكه فلما أنا بقى اهتم بحل مشاكل اللي بتواجه الفلاح لأنه هو ده المصدر اللي بيصدر لك ويقدر يجيب لك عملة صعبة ويقدر يغطي لك احتياجات السوق المحلي فأنت لما تسمع احتياجات وإيه المشاكل اللي عنده هل ما عنده مشكلة في الاسميدة والحاجات اللي بيحتاجها هل عنده مشكلة في عملية التوزيع المحلي هل عنده مشكلة لأنه ممكن حضرتك يكون الأرض كويسة جدا درجة القصوبة كويسة والمكونات متاحة بس المعايير نفسها بتاعة المنتج غير مطابقة المعايير اللي أنا عايز أصدر له وبكون تبقى حاجات بسيطة جدا ودي بتظهر في بعض المنتجات مثلا زي العينب والحاجات دي بيبقى ليه مواصفات معين فالإرشادات دي لما بيتم التنسيق فيها ويتم توصيلها ليه المزارع المصري أو الفلاح المصري في أي مكان يقدر أنه هو يحقق منتج بالمواصفات اللي نقدر نصدره في الآخر لأنه أنت عندك ميزة نسبية في المزارعين والحضر بالنفع عليه هو كمان يعني هو رئيس نفسه لهم أنا عايز كنته تزراعه أكتر كمان اتكلم برضو في تسمين الماشية وتكلم في الألبان يعني اتكلم في حاجات تخص المزارعين ما هو بخامة الرئيس بتكلم على مشروعات متكاملة أنا من الزراعة بس أنا زراعة وعندي صروة حيوانية وممكن كمان أستفيد ببعض المخلفات إن أنا أعمل طاقة ودي حصلت في بعض القرى المصرية إنه بيستخدم بالبيو جاز والحاجات دي كلها يبقى أنا قدر توفر على المزارع المصري بعض النفقات الحاجات التانية قدر تعمله مشروعات متكاملة لو حصل ضرب في حاجة فالحاجات التانية تقدر تعوضه أقدر أعمله دخل مستقر يمكنه هو ده الهدف أن أنا عاوز أعمل دخل مستقر واهتم بحل كل المشكلات اللي بتواجه المزارع المصري طيب دكتور يمكن خلال حديث سيدة الرئيس فتاح السيسي أمس تحدث عن نقطة أنه البعض قال أنه طب ما كفاية بقى مشروعات دي أو نقللها وتحدث عن وجود شركات كتير جدا بتشتغل وبالتالي في فرص عمل كتير جدا أو عمالة كتير جدا وقصر وما إلى ذلك فده جانب تحدث عنه سيدة الرئيس في جانب آخر فكرة أنه يكون فيه مشروعات بهذا الحجم وحن نتكلم عن الزيادة السكانية المرتفعة جدا ومضطردة جدا عندنا في مصر وحن نتكلم عايزين توسع أفقي وعمراني وحن نتكلم على الزيادة السكانية مرة تانية اللي هي سبب المشكلة فعايزين برضو نوصل للسيدة المشاهدين أهمية هذه المشروعات وحن نتكلم تحديدا من أنه نتكلم على المنصورة الجديدة أهميتها في البداية إيه؟ الدولة عشان تقرر أن هي تقوم بإنشاء هذا المشروع إيه العوامل اللي بتدفعها أنها تقيم هذه المشروعات؟ طبعا المشكلة الكبيرة أن مصر بتعمل تنمية اقتصادية وفيه حد بيقص التنمية دي هي زيادة السكانية يعني كل ما بتتقدم متر الزيادة السكانية بتقلل لك التقدم وانت عملته متر عشان كده فيه ناس تقولك طيب وحنا مش حاسين بالتنمية ما ده طبيعي لأن الزيادة السكانية بتلتهم كل القصة دي طيب هل المشروعات نوقف لأكبر خطأ كان بعض الناس بتطالب بيه؟ لا وقفوا مشروعات مين فعش لأنه لو وقفت مشروعات احنا بنعمل ده الجمهورية الجديدة يعني حضرتك بتعملي حاجة جديدة جدا في الاقتصاد أن أنا أمنع طرق يعني إزاي طريق أنا بدأت ومنعه إزاي المونوريلا وقفه إزاي كل المشروعات ده وقفه ده بالعكس ده المشروعات ده حينما تكتمل هتؤدي إلى دفعة كبيرة جدا للاقتصاد أنت أي مشروع دلوقتي بمشروعات جديدة هل حد كم متخيل أنه يقدر يمشي ويوصل من غرب القاهرة للشرق القاهرة في المسافة دي لو إحنا كنا خدنا بالنظرية دي وقفنا كنا نفضل زي ما احنا في عملية التكادس ده ده بعد يا دكتور ده فيه بعد تاني الناس اللي هتوت في بيوتها ده بعد بس أنا بتكلم على البعد اللي أنا يعني بشعر بيه بشكل مباشر كبستخدم مثلا للطرق دي فإذن عملية إقاف المشروعات دي وجهة نظر خاطئة جدا لأن المشروعات دي مش مشروعات رفاهية يعني مش بيعهم مشروعات رفاهية المشروعات دي مشروعات ضرورية لتحقيق رؤية مصر إن أنا عاوزي أعمل تنمية مستدامة بس الكارثة الكبرى عملية الزيادة السكانية الزيادة السكانية وده برضو دفع أكتر أن أنا زود المشروعات يعني لو ما عنديش زيادة سكانية في الدلتا ما كنتش هفكر في مدينة جديدة زي مزلا مدينة المنصورة الجديدة لما أنا عندي مشكلة جديدة في الدلتا فإذا ما عامل عملية توسع الحاجة الثانية إن في الدلتا ما فيه زهير صحراوي بسي مدن الصعيد مدن الصعيد فيها زهير صحراوي فقدر أنها توسع فده بيزيد التحدي أكتر عشان كده بيتم بزن مجهود كبير جدا في عملية التخطيط يعني مثلا تلاقي إن مدينة المنصورة جديدة المساحة بتاعتها تقريبا سبعة ألاف فدان إن ليه لأن أنا ما عنديش زهير صحراوي أقدر أنها توسع وبالتالي كمان عند البحر ففي مسافة لازم يكون موجودة قانونية ما بين الشاطئ وما بين أي مجتمع ساكني كل دي تحديات عشان أنا قدر أوصل للشكل المناسب لدينا نعمل مدينة المنصورة الجديدة ده بيختلف على حسب طبيعة الصعيد لا الصعيد فيه زهير صحراوي أقدر أتوسع بشكل أكتر حتى تلاقي حجم المدن مساحة أكبر لأن أنا عندي مساحة أراضي أقدر أتوسع بها الهدف كله إن إحنا عاوزين نتوسع في جمهورية مصر العربية كلها ما نركزها على منطقة معينة وده بنسميه التنمية المتوازنة جغرافيا إنها تلاقي فيه مشروعات في اسكندري فيه مشروعات في منطقة سينة فيه مشروعات في الصعيد يمكن أنا لما بمشي أو بسافر أي منطقة في مصر لازم أن تلاقي المعدات الخاصة بالحفر والنقل والبناء شغالة في كل مكان في مصر فدي حقيقة طبعا موجودة إن عملية البناء مستمرة لتحدي كبير ولازم نكون أكبر من التحدي ده من خلال المسؤولين الموجودين في كل الوحدات المشروعات اللي بتتم ونقطة مهمة إن لازم نبص على كل مشروع الفوائد بتاعته دي نقطة مهمة جدا يمكن حتى تلاحظي إن فخامة الرئيس دايما بتلاقي معاه وراء وقلم وبيمسك وبيكتب أي نوتس كده معينة حاجة ما معينة عاوز استفسر عليها حاجة هو عاوز يقرف فيها أكتر أو يعرف عنها أكتر فيسأل حد من المسؤولين الثقافة دي أتمنى أنها تنتقل لكل القادة الموجودين في الدولة في كل المؤسسات نشكر حاجة طبعا شكرا جزيلا انشرفتنا دكتور صابر شاكر أستاذ مساعد الاقتصاد بجمعة حلوان شكرا جزيلا ليك فعند شكرا